مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الثاني متوسط المنهج الجديد درست اليوم اليونت السابع الدرس الثاني أنوان الدرس كيف يمكننا المساعدة قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب يجب فيسبوك رسالة طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط نبدأ بالدرس يونت سبين لسن تو اليونت السابع الدرس الثاني كيف يمكننا المساعدة سارة كانت جدا محبطة عندما قرأت هذا المقال اقرأه اقرأ هذا المقال واكتشف لماذا لماذا كانت سارة محبطة عن هذا المقال إذن يطلب من أندي حاليا أني أقرأ المقال فالأستاذ رح يختار مجموعة من الطلاب أن يقرون هذا المقال وراها رح نجاب على السؤال هذا ليش سارة محبطة لما قرأت هذا المقال ارسل طفل للمدرسة بمئة دولار في العديد من البلدان الأفريقية الناس عليهم أن يدفعوا لكي يذهبوا للمدرسة العديد من الآباء فقرا لذلك أطفالهم يجب أن يذهبوا للمدرسة لذلك أطفالهم يجب أن يذهبوا بدون تعليم وهذا الشيء جدا سيء لمستقبلهم ومستقبل بلدهم في بعض البلدان في بعض البلدان فقط 100 دولار يمكن أن يجب أن يذهبوا للمدرسة بعض البلدان ممكن تدفع فقط 100 دولار للطفل الواحد لكي يذهب إلى المدرسة لعام كامل حس هذا المقالة اللي قررته سارة وأشعرت بالإحباط ليش شعرت بالإحباط مثلا أستاذ هنا نيسا بداخل الصف ويقول لماذا كانت سارة جدا محبطة واحد من الطلاب يقوم ويقول له لأن العديد من الطلاب أو الأطفال لا يمكنهم الذهاب للمدرسة في أفريقيا هذا هو الجواب المناسب للسؤال هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي نشاط الآخر يقول لي listen and read استمع وقرأ إذن هذا مجرد نشاط للإستماع والقراءة الأستاذ يختار طلاب اثنيا طالب يأخذ شخصية نورا وطالب يأخذ شخصية سارة ويسوون المحاذرة بداخل الصف We should do something علينا أن نفعل شيء ما No, we must do something But what سارة شوف نانا طلاب يشي تقول علينا نورا تقول علينا أن نفعل شيء ما الشد معناها علينا أن سارة تقولها No, we must do something يجب علينا أن نفعل شيء ما يعني الشد أقل قوة من المست المست تكون أكثر قوة لازم نسوف الشيء حيال هذا الشيء We must collect money to send some children to school يجب أن ندفع بعض الأموال أو نجمع بعض الأموال لكي نرسل هذه الأطفال لكي يذهبوا للمدرسة I know Let's have a bring and buy sell شوف هنا أنا الطلاب هذه العبارة مهمة و راح تفيدنا بالدروس القادمة bring and buy sell هو مزاد خيري قلت لهم خل نجمع فلوس شلو نجمع فلوس عن طريق نسوي مزاد خيري What is that ما هذا الشيء شون هذا المزاد الخيري Everyone brings something to be sold كل واحد يجيب لشغلة ممكن أن تنباع and everyone buys something وكل واحد لمن يأجبه شيء من ذن إن شاء الله اللي إحنا رح نجيبها يشتري That's a great idea تلك فكرة جيدة We can advertise in the school magazine ويمكننا أن نعلن في جريدة المجلة Wonderful رائع I have some CDs I'll bring those لدي بعض الأقراس السيدي سوف أجلبها I can help I'll bring some plants أنا يمكننا المساعدة أيضا سوف أجلب بعض النباتات I grow them in our garden التي زرعتها في حديقتنا and I have lots of clothes ولدي الكثير من الملابس I'll bake some cakes وسوف أطبخ بعض الكيك Wait, wait Where are we going to have this sale أين سوف نحظى بهذا المزاد In school playground في ساحة المدرسة I hope أنا أعمل Let's go and ask the headmistress دعونا نذهب ونسأل المديرة أو نطلب من المديرة Good idea فكرة جيدة ما هي الفكرة طلاب طلاب هؤلاء مجموعة من الطلاب قرأوا هذا المقال اللي قرأناه بداية الدرس اللي هم منهم نورا وسارة وداليا وليلا إلى آخره هذا من الأربع بنات أو الخمس بنات كان لذين دول الأطفال يجب أن يذهبوا للمدرسة إحنا لازم نساعدهم نسوي شيء نساعدهم نطيهم فلوس نخليهم يرحون للمدرسة زين شلون يجمعون فلوس سووا فكرة شن هي الفكرة Bring and buy sell هذا Bring and buy sell معناها مزاد خيري شنو هذا المزاد الخيري كل واحد من ذن البنات أو الباقي المدرسة يجيب شغلة ويعرضها مزاد خيري هذه الفلوس مال هذا المزاد الخيري اللي متبرعين بي رح يودوها أو يرسلوها لذول الأولاد اللي ما يقدرون يتعلمون بالتالي تساعدهم أو تساعد مجموعة من الأطفال أن يأخذون فلوس المدرسة ويرحون للمدرسة فهذا ما يخص النشاط الآخر هذا كذلك مجرد نشاط صفي غير منهم بالامتحان التحريري أو بالامتحان الشفوي هنانا الموضوع آخر اللي هو الشد والمصد احنا سابقا بالسادة الابتدائي ما أخذين الفرق بين الشد والمصد وذكرنا سابقا أنه مثلا إذا شخص مريض وأردنطي نصيحة أقول له على سم المثال عليك أن تأخذ قرص الدواء أما المصد تستخدم مع الأوامر مع الأمور الخطيرة شوف هنا هو منطيني يقول نحن نستخدم الشد لإعطاء نصيحة على سم المثال عليك أن تعمل بجد أكثر سوف تحصل على درجات جيدة في امتحاناتك بينما كلمة تعتبر أكثر قوة أكثر قوة من شد تعني عليك أن أو يجب عليك أن يعني معناها عليك أن المصد معناها يجب عليك أن تكون أكثر قوة مثلا يجب أن تعمل بجد إذا لم تعمل بجد سوف تفشل أو ترسب في الامتحان هسا رح نجي نشرحها بشكل مفصل أكثر إعطاء النصائح والعوامر أولا نصائح تستخدم شد أو نستخدم شد و شدينت لإعطاء النصائح حيث أن شد تستخدم لإعطاء النصائح الإيجابية كأن تكون نصيحة طبية انتبه ويايا نصيحة طبية صحية نصيحة نصيحة بين الأصدقاء هذه اللي هي شد نستخدمها مع النصائح الإيجابية مثلا أقول لك عليك أن تشرب الكثير من الماء شرب الماء هذا نصيحة إيجابية فاستخدم وياها شد بينما نستخدم لنهي عن عادات سلبية أو غير صحية يعني على سبيل المثال أقول لك عليك أن لا تأكل طعام غير صحي أكل الطعام الغير صحي هاي تعتبر عادة سلبية وبالتالي لازم أستخدم وياها الشد هس عرفنا أنه الشد والشد تستخدم لإعطاء النصائح الشد نصائح إيجابية والشد نصائح سلبية زي نستاشر نقاعدتهم مثلا القاعدة تكون كالعاتي فاعل زادا شد زادا فعل مجرد هاي المثبتة زي نل منفية فاعل زادا شد انت شد انت مختصر ما شد نوت زادا فعل مجرد زي نل استفهم ما لا تهم شد زادا فاعل زادا فعل مجرد زادا تكمل ولا تنسون علامة الاستفهام زي نل عرفنا الغاعدة المثبتة والمنفية والاستفهامية مع النصائح زي نستاشر تطينا المثال على سبيل المثال يقول لك فراس is unfit فراس عديم اللياقة رح نطي نصيحة بما أنه عديم اللياقة تطي نصيحة أقول هي هي الفاعل شد زادا دو فعل مجرد هي شد دو هي هي الفاعل شد ومن ثم دو فعل مجرد عليه أن يعمل بعض التمارين الرياضية فراس is unfit نفس الجملة فراس عديم اللياقة عليه أن لا يأكل طعام غير صحي شوفوا طلاق عمل التمارين الرياضية هذا شيء إيجابي لذلك شا استخدمت ويا استخدمت ويا شد eat junk food أكل الطعام الغير صحي هذه نصيحة سلبية فاستخدمت وياها شنو استخدمت وياها شدنت you should drink a lot of water عليك أن تشرب الكثير من الماء drink lots of water شرب الماء إيجابي وبالتالي استخدم ويا شد what should we do ما الذي علينا فعلا ها إذا استخدم القاعدة الاستفهامية أطلب النصيحة ماذا علينا أن نفعل شد زاد فاعل زاد الفعل مجرد شد زاد فاعل زاد الفعل مجرد أما ال what هي ذات السؤال التي نسأل باستخدامها هذا ما يخص النصائح أو استخدام الشد والشدنت نجي على النوب على الأوامر اللي نستخدم وياها شنو مصد ومصد نستخدم مصد ومصد لإعطاء الأوامر وعادة ما تستخدم هاتان العبارتان مع القوانين أو الأمور الخطيرة أو أوامر الوالدان وتكون كالتالي شوفوا هنا شون ما يقلز بين المصد ومصد وشد وشدنت هذن نستخدمهن أما مع القوانين قوانين الدولة أو الأمور الخطيرة أو مع أوامر الوالدان دائما الأب يؤمر فعلى سبيل مثال فاعل زاد مصد زاد فعل مجرد القاعدة ما تقول فاعل ومصد وفعل مجرد نفس الحتي ذاك كان فاعل شد ومجرد هذا فاعل مصد ومجرد القواعد جدا بسيطة حفظها نفيها فاعل مصد وفعل مجرد المصد هي مختصر ما المصد نوت والاستفهام المصد خليل ببداية مصد فاعل وفعل مجرد وأكيد لا تنسون علامة الاستفهام هل ستشطين مثال على سبيل المثال يجب أن ترتدي الخوذة عند قيادة الدراجة شوفوا هذا أمر خطير ما استخدموا إياه نصيحة وإنما استخدموا إياه أوامر يجب أن لا تقود بسرعة كبيرة إنها خطيرة من كلمة دينجرس عرفت أن هذا أوامر مو نصاعة زين إستاذ شون تجينا بالامتحان شلون نقدر نجاوب عنه غالبا تجيك هذا الموضوعين اللي هي النصاعة والأوامر بالسؤال الاختيارات هو منطين التمرين كامل متعلق بسؤال الاختيارات شي يقول لي يقول لي تستخدم لذنانا أما شد أو مصد على سبيل المثال نمبر وان أولا نحن فراغ نفعل واجبنا البيتي هذا نصيحة لو أمر الآن واحد من الطلاب يرفع عيده يقول استاذ هذه نصيحة نحن المفروض نسوي واجبنا البيتي فعني صديق من ينصحني يقول لي نفعل واجبنا البيتي إذا أجاني أبوي لازم يكون الموضوع أوامر فأقول يجب أن نفعل واجبنا البيتي إذن هذه ترهم نصيحة وترهم أمر فترهم خلوا إياها شد أو ترهم خلوا إياها مصد شوفوا الجملة الثانية شوفوا هناك شي يقول لي فراغ نأكل خمس قطع من الفواكه والخضروات كل يوم هذه نصيحة طبية فبما أن نصيحة طبية مو أمر خطير فبالتالي راح أستخدم وياه شد شوفوا أننا بالامتحان يجيب لي هاي الجملة على سم مثال ويخيرني بين الشد والمصد على شكل اختيارات فأنت لازم تختار النصيحة المناسبة أو الأداة المناسبة للجملة الناس فراغ يفعلوا ما قالوا أنهم سوف يفعلوا عليهم أن يفعلوا ما قالوا أنهم سوف يفعلوا لو يجب أن يفعلوا ما قالوا أنهم سوف يفعلوا هذه جملة نصيحة ما بها فأمور خطيرة أو من القوانين فبما أن نصيحة أستخدم مياها شد أنت فراغ ترتدي حزام الأمان في الطائرة هذا الشي نصيحة له قانون هذا قانون ما بها مجال أنت بالطائر لازم ترتدي حزام الأمان فبالتالي بما أنه إجبار أستخدم مياها مست أنت فراغ تحظى باختبار قبل أن تسوق السيارة يصير واحد يسوق السيارة وهو ما يعرف يسوقها أو ما عنده اختبار سياقة أو قيادة السيارة أكيد لا هذا من الأمور الخطيرة أولا من الأمور الخطيرة ثانيا من قوانين الدولة الدولة تقول لك أنت لازم تتعلم سياقة أو يصير عندك إجازة سياقة اللي بها تست اللي بها اختبار يالله يالله تقدر تقود السيارة فهذا ما عنده منه القوانين فبالتالي أستخدموا إياها مست هذا ما يخص تمرير رقم اثنين هذا التمرير مهم جدا 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 بالامتحان التحريري يجينا مثل ما هو على شكل اختيارات فأنت لازم تختار لاختيار مناسب شد النصائح والمص للأوامر ننتقل إلى تمرير رقم ثلاثة listen and write notes استمع واكتب ملاحظات هنا أنا شي يقول لي يقول لي على شبه المثال بالسؤال الأول what are the three girls doing to bring and buy sale ما الذي ستجلبه الفتيات الثلاثة اللي هي سهاد وصال ووداد ما الذي سوف تجلبه هذه الفتيات للمزاد الخيري أنت لازم تقرأ المقطع النصي أو تسمع المقطع الصوتي وعلى أساس المقطع الصوتي تعرف أن السهاد شنو رح تجيبه وصال شنو رح تجيبه ووداد شنو رح تجيبه وكذلك when are they going to hold the sale متى سوف يقيموا هذا الحفل أو هذا المزاد الخيري رح نقرأ المقطع النصي نوضح مفرداته ونتعرف على أجوبة هذه الأسئلة part one الجزء الأول سهاد تتحدث تقول hello Sarah I hear there is going to be a bring and buy sale سمعت بأنه سوف تقيمون مزاد خيري yes that's right نعم ذلك الصحيح well I'll bring a camera سهاد ش تقول تقول حسنا سوف أجلب كاميرا a camera isn't that a bit وما كملت قلت لها رح تجلبين كاميرا أليس ذلك بعض الشيء فراغ بعد ما كملت it's all right يعني شون تريد تقولها هذا شيء متعتبر غالي بالنسبة لك قلت لها it's all right لا بأس I've just got a new one لقد حصلت على واحدة جديدة but the old one still works قلت لها بس أنت اللي رح تجيبيها بعد تتشتغل ليش تريد تنطيها that's great thank you قلت لها ذلك عظيم شكرا لك سهاد شكرا لك يا سهاد when is the sale متى سوف يكون المزاد on monday في يوم الاثنين at four o'clock في الساعة الرابعة fine see you then حسنا شكرا لك أراكي هناك شوفوا هنا استعرفنا موعد المزاد شوقت يوم الاثنين في الساعة الرابعة سهاد شنو رح أجيبها رح أجيب كاميرا نكمل باقي المقطع النصي هاي سارة مرحبا يا سارة I hear about the bring and buy sell سمعت بالمزاد الخيري I think it's a great idea أعتقد بأنها فكرة عظيمة thank you وصال شكرا لك يا وصال I'd like to help قلت لها أنا أريد أساعدكم I've got lots of books I'll bring the ones I've read أنا عندي هواي كتب ورح أجيب الكتب اللي عني قاريتها that's wonderful people always buy books قلت لها ذلك الشيء جميل جدا مذهل دائما الناس تشتري الكتب when do you want them متى تريديهن شكتريدين ذلك الكتب oh just before the sale please يجب أن يكون أو يجب أن تجلبيها قبل المزاد رجعا قلت لها when is it متى يكون المزاد on Monday at 4 o'clock في يوم الاثنين ساعة الرابعة alright حسنا I'll bring them at quarter to four قلت لها أنا رح أجيبها بالأربعة إلى الربع fine thanks very much حسنا شكرا لك المحادث الثالث hello Sarah I hear you need some things for the bring and buy sell مرحبا يا سارة سمعت بأنك تريدين بعض الأشياء من أجل المزاد الخيري yes we do وداد نعم نحن نحتاج يا وداد well I think I can help حسنا يمكنني أن أساعد oh good حسنا هذا شيء جيد I have a lovely doll لدي لعبة جميلة but I don't play with it anymore لكنني لا ألعب بها بعد الآن a doll will be lovely اللعبة سوف تكون جميلة there is sure to be a child who will want it لابد من أن يكون أكون طفل رح يجي أو أطفال رح يجيون أكيد رح يشترون هذه اللعبة that's what I thought ذلك ما فكرت فيه shall I take it to your house هل لي أنا أخذها لبيتك no thanks just bring it to the playground قلت لم يهتأجي بيها البيت وأنما أجي بيها لساحة اللعب at about quarter to four حوالي ساعة إلى الاربع على الربع all right حسنا bye for now وداعا الآن bye with that وداعا يا with that هذا ما يخص المحادثة وضحناها الآن نجاب على الأسئلة سهات شن اللي رح أجيبها ذكرنا بالقطعة أنه سهات رح أجيب كاميرا فأقول لها كاميرا زين وصال شن اللي رح أجيبها قلنا وصال رح أجيب some books بعض الكتب وودال رح أجيب لعبة when are they going to hold the sale متى سوف يكون هذا السيل اللي هو المزاد الخيري قلنا يكون في يوم four o'clock on monday في يوم الاثنين في الساعة الرابعة هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بين امتحان التحريري أو الامتحان الشفوي يعني مجرد الاستاذ يعلقوا المقطع الصوتي بداخل الصف يفتهمون المقطع الصوتي ويحلون هذه الأسئلة على أساس المقطع الصوتي وراها بتمرير رقم أربعا يقول ل imagine that there is going to be a bring and buy sell at your school تخيل أنه رح يصير مزاد خيري بمدرستك what will you and your partner bring as a gift مثل ما الذي سوف تجلبه أنت وزميلك كهدايا في هذا المزاد الخيري make conversation سويني محادثة هنا الأستاذ رح يختار طلاب اثنين طالب يقول هذه الجمل اللي هي بالدائرة المفرغة وطالب آخر يقوم يقول ذن الجمل اللي بالدائرة السوداء يسو المحادثة بداخل الصف فالطالب الأول على جميع المثال يقول we are having a bring and buy sell at school سوف يكون أو سوف نحظى بمزاد خيري في المدرسة what for من أجل ماذا to collect money for poor people من أجل جمع الأموال للناس الفخرة that's good idea تيك فكرة جيدة can you bring something هل يمكنك أن تجلب شيء معين وهكذا مع البقية إذن محادثة بداخل الصف بين طلاب اثنين طلاب يقول ذن الجمل اللي منطيهن بدائرة مفرغة والطالب الآخر يقول ذن الجمل اللي بالدائرة السوداء كان أشياء صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي أما تمرير رقم خمسة يقول لك أنت رحت المزاد خيري اكتب لي رسالة قصيرة رسالة صغيرة لصديقك تخبره عما في هذا المزاد فهنا هذا مجرد نشاط لتطوير مهارة الكذابة يقول لك أنت حاول تكتب لي رسالة لصديقك عن هذا المزاد الخيري هذا المزاد لازم تذكر أو هذه الرسالة لازم تذكر بها what the sale was for عن شنو هذا المزاد الخيري how many people were there كم عدد الناس اللي رح يحضرون في المزاد الخيري what's you and your boyfriend brought for the sale ما الذي جلبته أنت وزميلك لهذا المزاد what's you bought ما الذي اشتريته how much money the sale brought in كم من الأموال سوف يجمع هذا المزاد فعلى سبيل المثال أنا شكرت لهاي أحمد مرحبا يا أحمد my brother and I went to bring on buy sale in the central park yesterday أنا وأخي ذهبنا في مزاد خيري في المتنزه المركزي البارحة its incomes was for the poor people وارداته الانكم هو واردات هذا المزاد كانت من أجل الناس الفقراء many people came العديد من الناس جاء I bought I brought some books أنا جلبت بعض الكتب and my brother brought his old clothes وأخي جلب ملابسه القديمة and many others brought all kinds of things for sale والجميع الحاضرين جلبوا كل أنواع الأشياء التي يمكن أن تباع the sale brought one million IQD المزاد وصل إلى واحد أو إرادات المزاد وصلت إلى واحد مليون دينار عراقي هذا ما يخصت من الرقم خمسة هذا مجرد نشاط صفي لتطوير مهارة الكتابة غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي هذا ما يخص درسولي ما�를 لحظ Mal Shakur لاحظنا ligger درس بسيط جدا أغلب الشطة انشطه صفية غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي حاولوا يتسجلون الأمور التي طلعناها على مدارها من المزاد المحضرين أما أنه هل مهم بالامتحان التحريري غير مهم بالامتحان التحريري أمام نذع الثناف ترجمة نانسي قنقر